موسيقى مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت موسيقى أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في عام 2020 إنه هناك رغبة في التعاقد مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز رافال فبعد أن قامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي بزيارة رسمية إلى العراق في 27 إخصط سعب 2020 حيث اتفقت مع الوزير عناد على التعاون في المجال العسكري أجرى بدوره الوزير العراقي زيارة رسمية إلى فرنسا حيث التقى نظيرته في باريس ويوفق بيان وزارة الدفاع أضاف الوزير العراقي أن الهدف الوحيد من زيرته لفرنسا هو تعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات وأوضح أن هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات رفال من الجيل الرابع من فرنسا لكن حتى الحين لم تتم ترجمة هذه الخطوط عمليا ولم يعقد أي صفقة ولا مبدئية وذلك بالرغم من أن العراق بحاجة ملحة لهذا النوع من الطائرات المتقدمة والمتعددة المهام وبات الجميع يعلم أن فرنسا سعت لدرويج طائرتها في العالم بطريقة مستمرة منذ سنوات يمتلك العراق حاليا 36 طائرات من طراز F-16 فالكون ويعتمد في عمليات الهجوم والقصف الجوي على مقاتلات خفيفة كالطائرات التدريب والهجوم T-50 الكورية وطائرات دفع توريبين أي T-6 المستوحات من طائرات أدى 29 سوبرت وكانو البرازيلية وخصوصا السوخ وي 25 روسية إلى جانب الطيران يعتمد الجيش العراقي على مروحيات هجومية روسية وأمريكية المنشأ هذه الإمكانيات تبدو متوضعة جدا مقارنة بما كان الجيش العراقي يملك سابقا هنا تبدو حاجة العراق إلى تطوير استوله الجوي خاصة أن الأسراب المكونة من طائرات F-16 غير فعالة لأن صيانتها مواكلة إلى شركة أمريكية خاصة تعمل في قاعدة البلد الجوية حيث يتواجد سرب التاسع العراقي المجهزة بهذه المقاتلات ثم أن ألي F-16 العراقية هي أهمن النماذج القديمة ولا تمتلك قدرات اعتراض جوي كبيرة لأنها كانت مجهزة فقط للدعم الجوي والقص ومن البديهي أن واشنطن لم تكن ستسلم مقاتلات قادرة على اعتراض الطائرات الهجومية الإسرائيلية التي قصفت مرارا مواقعي في العراق تحت سيطرة الحجد الشعبي حتى في مجال الدعم والهجوم اعتمدت القوات الجوية العراقية على طائرات السوخوي 25 التي استجلبت البعض منها من إيران بعد الكسح الدعشي لمناطق شاسعة في البلاد بعكس السوخوي 25 فرغ فوت أي قدم الضفدع طائرة الهف 16 فالكون أي الصقر الأمريكية ليست مخصصة لتحليق على مرتفعات واطية بسرعة منخفضة ولا تملك تدريع خفيف يحمي من القذائف المضادة حتى عيار 23 ميلي متر وبما أن الهف 16 ليست مصفحة فهي مفطرة إلى تحليق على ارتفاعات عالية ولم تحصل بغداد على منصات تصويب دقيقة لهذه المقاتلات ما يعني أن الطائرة تحلق عاليا ولا تملك تهديف دقيق فوقصفها لن يكون فعال ولا يمكنها العمل في المناطق المرهولة لأنها ستتسبب بأضرار جانبية بإمكاننا الاستنتاج أن السوخ الروسية الأقدم أظهرت كفاءة أكبر من نظريتها الأمريكية الجيش العراقي يستحوذ على ميزانية دفاعية كبيرة ولديه إمكانات شرائية تمكنه من التعاقد على الطائرات الأحدث والأغلى في العالم وهو مجبور أن يبحث عن ذلك قياسا بما يملكه جيرانه من قدرات متطورة سبب امتناع واشنطن عن تلبية مطالب بغداد واضحة فهي لم تخفي يوما التزامها بتحقيق التفوق النوعي لإسرائيل كما أعلنه كل الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون تكرارا ومرارا أما الأسباب التي تمنع باريس من المضي في هذه الصفقة لا تبدو بديهية في الوهلة الأولى ففرنسا ما زالت تسعى لبيع رفال في كل أنحاء العالم وتعرضها على الكثير من الدول هذا التساؤل طرح عدة نظريات أبرزها أنه يوجد ضغوط خارجية على المقررين الفرنسيين منطقيا لا يوجد مبرر آخر لكني لا أميل إلى فكرة أن الولايات المتحدة هي من تعرقل هذه الصفقة وذلك لأربعة أسباب رئيسية أولا لا تستطيع واشنطن أن تطلب بوقاحة من باريس أن لا تبيع السلاح لبغداد بينما هي تبيعها السلاح بالمليارات باريس ستعتبر ذلك احتكارا تجاري خصوصا أنه يوجد دول أخرى لا تتردد بتلبية مطالب بغداد ثانيا الدولة العراقية تحظى باعتراف دولي وليست خاضعة لعقوبات أممية والعراق لم يعد مصنف كعدو في الغرب ثالثا الطائرات الفرنسية لا تتضمن مكونات أمريكية فلا تستطيع أمريكا معارضة البيع قانونيا كما يحصل مع بعض المنتوجات الأوروبية الأخرى رابعا لو كان البيت الأبيض هو من يعرقل هذا الاتفاق لكانت فرنسا تحفزت لإبرامة بعد طعمة الغدر التجاري الأمريكي المتعلقة بصفقة الغواصات الأسترالية لكل هذه الأسباب لا تستطيع واشنطن تعطيل الفرصة الفرنسية الدولة الوحيدة التي تعتبر تسليح العراق تهديدا محتمل مستقبليا هي الدولة العبرية إسرائيل لا يخفى عن أحد فقل العلاقات الفرنسية الإسرائيلية وتأثير النفوذ الإسرائيلي على هذه العلاقات فرنسا تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا وهي مؤثرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الفرنسي هذه المؤسسات تشكل طبيعيا عصب اللوب المنحاز لإسرائيل هناك ربما دولا في الشرق الأوسط لا تريد جارا عراقيا قويا لكنها لا تملك أدوات الضغط التي تملكها تل أبيب في باريس خلاصة هذا الاستنتاج أن فرنسا على الأرجح لن تصدر الرافال للعراق بسبب التدخل الإسرائيلي الخيارات المتاحة لبغداد في هذه الحالة تتمثل بالالتفاف نحو الشرق يعني أن الخيارات الأكثر واقعية هي المقاتلات الصينية والروسية نسبة الخيار الروسي أعلى لأن أكثر المقاتلات الصينية من الجيل الرابع تعمل بمحركات روسية وموسكو ستعارض التصدير بشكل متوقع أما فكرة اقتناء مقاتلات غربية بديلة كطائرة ساب جريبان السويدية أو التيفون الأوروبية فهي صعبة المنال لأنها تحتوي على مكونات أمريكية وربما أن وجود هذه الخيارات عند العراق هي التي ستدفع فرنسا للقبول في النهاية فلا واشنطن ولا باريس تريدان أن يلحق العراق بالمحور الشرقي خاصة أن سوريا في غربه وإيران في شرقه تعتمدان على السلاح الشرقي وهذا ممكن أن يؤدي إلى تفاعل تعاوني بين هذه الدول الجار وربما ستكون الضغوط الداخلية من قبل لوب الشركات الصناعية المعنية هي من ستفرض على الحكومة الفرنسية قرار القبول لاعتبارات اقتصادية ومما يحفز الفرنسيين أكثر هو أن الرافال سبق وأن تم تصديرها إلى ثلاث دول عربية هي مصر وقطر والإمارات بكميات كبيرة مشكلة طفرة في الطلبات لشركة داسو والشركات المتفرعة منها أو المتعاقدة معها فما سر نجاح الرافال في تصديرها بالرغم من سعرها المرتفع وكونها من الجيل الرابع المحدث وليس الخامس وما هي مواصفتها وميزاتها التقنية سنحاول الأجابة في تقرير ثاني قريبا لنستطيع التفصيل أكثر إذا عجبكم الموضوع فإدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر